تمت إزالة التمثال البرونزية الذي وضع في الجزائر العاصمة للمناظر موريس أودا أمام لوحته التذكارية في الشارع الذي يحمل نفس اسمها وجاءت عملية إزالة التمثال يوم السبت من قبل مصالح بلدية الجزائر الوسطى بناء على طلب من جمعية جوزات وموريس أودا والتي قالت إنه أخفى اللوحة التذكارية التي تحمل اسم المناظر ويذكر أن هذا النداء من الجمعية كان شهر أبريل الماضي وحسب منشور لعبد الحكيم بطاش رئيس بلدية الجزائر الوسطى فإن عملية نقل تمثال موريس أودا من ساحة أودا يهدف إلى وضعه في المكان الذي سيتم انتقاؤه بمعية عائلة الفقيد والهيئات الوصية وأنه سيتم الإفصاح عن التاريخ والمكان الذي سيتم وضع التمثال فيه لاحقا في الأيام القليلة المقبلة ترجمة نانسي قنقر